ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية شيخ حميد معلى القيادة في المجلس الأعلى أهلا بك شيخ حميد يعني المصالحة الوطنية وأيضا التسوية السياسية التي كان قد أطلقها التحالف الوطني ما جديدها وأين وصلت جهود تطبيقها وأيضا هل من عقبات تحول دون تطبيق هذه المصالحة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لمشاهدكم الكرام الواقع أن التسوية الوطنية هي مسار إنقاذي أجمعت عليه قوة التحالف الوطني وكتبت هذه الوثيقة بمساعدة ومساندة الأمم المتحدة كراعية ومروجة لهذا المشروع هذا المشروع ينطلق من رؤية أن الانتصار على الإرهاب لا بد أن يرافقه انتصار داخلي سياسي من شأن أن يجمع الفرقاء على كلمة سواء من أجل بناء عراق حر مستقل تجد المكونات جميعا نفسها حاضرة فيه وتتجاوز آثار الغبن أو آثار عدم التنمية التي كانت سائدة في أكثر من موقع وأن تسد جميع الثغرات من أجل أن نبني جميعا هذا الوطن وعلنت هذه التسوية وتم ترويجها ومرت جملة مراحل هناك من استفسر عن طبيعة هذه التسوية هناك من توجس منها خيفة هناك من انتقدها دون أن يراها بشكل صحيح هناك من شتم شخص تصور أنهم سيكونون في ضمنها وقد حصلت هذه الوثيقة على فضاء جيد من النقاش ومن الترويج لكن بالفترة الأخيرة يبدو أن نعم بماذا تفسر إرجاء البرلمان النظر بتعديلات قانون العفو العام والذي يعد أحد بنود التسوية يعني مشروع التعديلات تقدمت به عدد من الكتل أو الأفراد الذين ينتمون إلى بعض الكتل من أجل إيجاد تعديلات على هذا القانون القانون كما تعلمون شرع وخرجت على ضوئه مجاميع في السجون وما زالت عدد من القضايا مطروحة على القضاء حاليا ستجد طريقها إلى الحل استنادا إلى قواعد ومواد هذا القانون لكن التعديلات لحد الآن لم تحصل على الموافقة الكلية من قبل عدد كبير أيضا من البرلمانيين حيث اعترضوا على التعديلات المزمع إجرائها ما زال القانون مطروح يعني هذا مشروع قانون التعديلات ما زال مطروحا ولم يحظى بأغلبية لكنه موجود فعلا في إطار البرلماني يعني باعتبار أن المصالحة الوطنية دعا إليها التحالف الوطني يعني اليوم جولة وشيكة لرئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لعدة دول عربية تأتي هذه الجولة في نهاية ولايته للتحالف ما الغرض منها وما هي الرسالة التي يودى سيد الحكيم إصالها طبعا دعني أشير إلى أن ورقة التسوية الوطنية هي ورقة كما ذكرنا تحالفية وتنطوي على مطالب وطنية وهي ليست يعني مقتصر وجودها على وجود رئاسة التحالف الوطني أو غيره هي ورقة عرضها التحالف وهي مشروع سياسي عام للوطن وللأمة سواء كان وطبعا هي ليست ورقة السيد الحكيم إنما هي كما ذكرنا هي ورقة التحالف الوطني ولا توجد هناك علاقة ما بين رئاسة التحالف الوطني وما بين ترويج هذه الورقة أو تنفيذه هذا من جهة من جهة أخرى فإن الزيارة سماحة السيد الحكيم إلى مصر والتي يمكن أن تعقبها زيارة إلى الجزائر وربما تونس إذا ما تم تحديد المواعيد بشكل دقيق هي زيارة تأتي في إطار ما يلي أولا توثيق العلاق فيما بين العراق وما بين محيط العربي ابتدأنا بالأردن ونستمر الآن إلى مصر والمغرب العربي عموما دول المغرب العربي إن شاء الله ومرة أخرى إذا سمحت الفرصة نذهب إلى دول عربية أخرى وهو يتوطيد وتعزيز هذه العلاق فيما يتعلق بمصر مصر دولة عربية مهمة كما تعلمون تلعب دورا مهمة توصيات الجامعة العربية كانت توصيات مهمة في مصدد عودة العراق وتسنم العراق أدوار إيجابية ومحورية يلعبها في محيط العربي سنعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينه وما بين نصر ستكون هناك فرصة لكشف وتوضيح الانتصارات الكبيرة التي يقوم بها العراق على الإرهاب فيما يعد العراق رئيس حربه في مكافحة هذه الآفة نعم سيكون الموضوع الاقتصادي والسياسي والأمني حاضرا في هذه المباحثات نعم شيخ حميد يعني بعد نهاية فترة ما هي حصيلة عام من ولاية السيد عمار الحكيم للتحالف الوطني شكرا جزيلا على هذا السؤال وفي الواقع أن الفترة لم تنتهي بعد هناك فترة تكاد تكون أربعة أشهر متبقية على ولاية السيد الحكيم وهو حينما عرض هذا الأمر إنما هو نبه قادة التحالف لكي يستمروا من الآن بإجراء الخطوات اللازمة لتحضير رئيس قادم للتحالف الوطني أما الذي حصل فحصل الشيء الكثير في الواقع بشهادة أغلب المراقبين شهدوا بأن السيد الحكيم استطاع أن يعيد الحياة لهذا التشكيل استطاع أن يجمع قياداته ويفعل اجتماعات الهيئات القيادية والسياسية والهيئة العامة وفق برامج ومواعيد محددة وإصدار قرارات وتفعيل قوانين طبعا أوجد جملة من اللجان الفاعلة كاللجنة القانونية واللجنة الدراسات الستراتيجية واللجنة الإعلامية والحقوقية وهكذا أوجد نوع من أنواع الارتباط فيما بين التحالف الوطني والحكومات المحلية ومجالس الحكومات المحلية وتابع بعدة زيارات زرنا أكثر من تسع محافظات سبع محافظات فضلا عن محافظات الشمال أيضا استطاع السيد الحكيم أن يقرب فيما بين الحكومة ووزراء التحالف الوطني وأن يكون لهم حضور في إطار اجتماعات التحالف الوطني شيخ حميد الحديث دائر الآن حول رئاسة التحالف وهذا الجدل حول من يرأس هذا التحالف برأيك ما هو الاسم الأوفر حظا ليخلف السيد الحكيم والخلاف الحاصل بشأن هذه الرئاسة قد يرجح شخصية توافقية غير السيد الحكيم وغير السيد نوري المالكي لا فعلا الحديث لم يأخذ هذه المديات حاليا وهو الآن فقط في إطار أن سماحة السيد الحكيم لفت أنظار قادة التحالف إلى أنه غير متزمت بأن يتمسك بهذا الموضوع وأنه يدعوهم إلى أن لا يتوقف العمل وأنه أرسى قواعد جيدة من شأن القادم أن يسير عليها أعتقد أن هناك سياقات قانونية ونظام داخلي سيتيح إيجاد فرصة لمناقشة هادئة خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى رئيس يمكن أن يديم المسيرة طيب إذا تحدثنا في سياق آخر عن مرحلة ما بعد داعش كثرة الحديث عن هذه المرحلة أنتم في كتلة المواطن كيف ترون ملامح هذه المرحلة وهل يعني فعلا تستحق كامل هذا القلق الدائر أحسنتم فعلا هناك قلق كبير لدى مختلف القوى السياسية وهي تنظر إلى فترة ما بعد داعش هناك نظرتان أساسيتان النظرة الأولى ترى أن الأمر مجهول ومظلم وفيه الكثير من الإحباط وأن الناس لم ترجع إلى منازلها إلى الآن النازحين وأن الأوضاع غير متفقة وتوجد صراعات فيما بين القوى السياسية توجد سخونة في الأوضاع الإقليمية التي تحيط العراق يوجد تصادم دولي في الخارج كل هذه العوامل الدولية والإقليمية والداخلية كلها تشير إلى أن الأمور فيها من التعقيد الكثير وأنها لا توجد هناك نظرة متفائلة لمستقبل هذه النظرة الأولى النظرة الثانية التي تعتقد أن الانتصار على داعش وهو قريب جدا سيكون بوابة سليما لمناقشة أوضاع ما بعد داعش بروح تستنهض آمال الوحدة ووحدة هذا الشعب أرضا وشعبا ومستقبلا وتطرح مشروع التسوية السياسية كخارطة الطريق تطرح أن أبناء شعبنا يعني يحبون هذا الوطن وأن المعطيات الموجودة بهذا الوطن هي معطيات جيدة ومستعدة للتطوير هذه وجهة النظر متفائلة وتعتقد أن الأمر يمكن أن يكون جادا ومهما وأن العراق فيه من الخيرات والطاقات ما يدفع الإنسان للتفاول نعم القيادي في المجلس الأعلى شيخ حميد معلى كنت معنا عبر الأقمار الصناعية نشكرك شكرا جزيلا